يسأل عن كيفية تشميت الطفل أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لتشميت الطفل بعض العلماء ذهب إلى أنه يشمت كما يشمت البالغ إذا قال الحمد لله قال يشمت كما يشمت البالغ إذا قال الحمد لله يقال له يرحمك الله ويرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم بعض العلماء ذهب قالوا لا لأن الطفل قبل البلوغ لا يدعى له بالمغفرة لأنه لم تسجل عليه ذنوب ولا خطايا ولا آثام وإنما يقال له يرحمك الله ويكتفى بهذا أو ذكر بعض الفقه بأن يدعى له بالسلامة وطول العمر على الطاعة أو شيء من هذا القبيل اللي يظهر لي والله أعلم أنه يشمت كما يشمت الكبير وذلك لأمرين الأمر الأول أن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حدود علمي واطلاعي أنني ما رأيت حديث فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين البالغ وبين غير البالغ وإنما وردت بعض الآثار و أنا الآن لا أذكر حقيقة درجة هذه الآثار الأمر الثاني أن الطفل حينما يشمت بمثل هذه الطريقة سيتعود هذه السنة يتعودها ويألفها وتصبح له عادة ويعني يعتادها حتى أنه يلتزم هذه السنة ترجمة نانسي قنقر